أهلا وسهلا ومرحبا بكم تلاميذنا الكرام في كامل تراب الجمهورية معكم مدام مجدى كامون أستاذة أولى مميزة في اختصاص علوم الحياة والأرض بخبرة تفوق العشرين سنة التدريس مختصة كذلك في مجال البرمجة اللغوية العصبية نرحب بكم على منصة لسينة ونقترح عليكم مراجعة دروس برنامج علوم الحياة والأرض سيونس دولافي دولاتاء بالنسبة للمستوى سنة الأولى من التعليم الثانوي اخترت المستوى هذية لما يحمله من تحديات بالنسبة للتلميذ خاصة أنه أول مرة باشتقرأوا المادة هذية باللغة الفرنسية يحتوي برنامج علوم الحياة والأرض بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الثانوي على ثلاث محاور المحور الأول يحمل عنوان ينقسم المحور هذية إلى ثلاث شابتر تحت عنوان ديفرسيته دي مانت ميكروبيا للمنطي نانسپسيفيك يترح فيه تنوى الميكروبيا وكيف يتعمل جهاز المناعة لحماية جسمنا من الأمراض أما المحور الثاني تحت عنوان أمليورات دي مانت ميكروبيا ينقسم إلى قسمين لانوتريسيون منيرال وانوتريسيون كاربوني في النوتريسيون منيرال نتعرض إلى بعض المظاهر الفيزيولوجية التي تحصل داخل النبتة الخضراء منهم لابسوربشيون الامتساس لترانسپيراشون النتح لكوندوكشون النقل وليبزوان دي ملت بلانت ميكروب احتياجات النبتة للأمليح المعدنية بالنسبة للنوتريسيون كاربوني نتعرض فيها إلى ظاهرة التركيب الضوئي الفوتوسنتيز أما المحور الثالث من برنامج يحمل عنوان الجيولوجيا نقوم به بدراسة انسيد جيولوجيك ونتعرف زادها لبعض خصائص الصخور الرسوبية البخوبريتي دي غوش سديمانتاخ الدروس اللي باش تلقاوهم على المنصة يمكنكم من شرح مبسط ودقيق لجميع المحاور وتساعدكم على فهم كل المعطيات اللازمة اعتمادا على مجسمات وتجارب وفيهم مراوحة بين اللغة الفرنسية واللغة العربية باش تحصل لكم الفائدة اللازمة تلقاو زادها الجانب التقييمي اللي يحتوي على تمارين تطبيقية تساعدكم على فهم المعلومات اللي شفناها مع بعضنا في الكور بالاضافة الى الفروض المراقبة والتأليفية اللي نقوموا باسلاحة مع بعضنا بطريقة مبسطة وعملية هذا باتبع بشي مكنكم من ربح الوقت والجهد في المراجعة حبيت زادا ذكركم انه السنة الاولى من التعليم الثانوي هي سنة التوجيه يختار فيها التلميذ المسار اللي يحبوا هذك علاش ننصحكم بالعمل الجاد في مجال علوم الحياة والارض بشيكون اختياركم على دراية ووعي بكامل التحديات اللي تواجهكم وتنجموا ترسموا أهدافكم بطريقة صحيحة تمكنكم من النجاح والتميز في الاخير نجد الترحيبي بكم على منصة لسينة وان شاء الله نكون النجاح حليف الجميع بالتوفيق ويلة